موسيقى معارك نهم هل تكون جزءا من الترسيم الاخير لشكل البلاد ماذا لالة التصعيد العسكري لحظة وجود سفراء الدول الاوروبية في صنعاء وهل من الصحيح مقارنة ما يجري في نهم بملف الخذية موسيقى 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 أهلا بكم عبر سفراء فرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في مارب والجوف لكن ذلك وبحسب كثيرين موقف لا يرقى لمستوى الحدث خصوصا إذا ما أخذت المقارنة بموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من مسألة انتزاع الحديدة ومينائها من يد ميليش الحوثي وإيقاف تلك المعركة تحت مبرر الدواعي الإنسانية بحسب أولئك إذن كيف يمكن قراءة الموقف الدولي من التصعيد العسكري والسداف المدنيين في مارب؟ هل هذه العمليات العسكرية جزء من الترسيم الأخير لشكل البلاد؟ موسيقى فيما كان عدد من السفراء الأوروبيين والمبعوث الأممية تواجدون في صنعاء شنت ميليش الحوثي هجومها على محافظة مأرب بقصف صاروخي أعقبته بعملية عسكرية كبيرة في نهم والجوف إلا أن الموقف الدولي بدى خجولا وغير متناسب مع خطورة الأوضاع موقف أعطى بحسب مراقبين مؤشرا سلبيا لتعاطي المجتمع الدولي إزاء الميليشيا وسياسته تجاه الجماعات الإرهابية خصوصا إذا ما وضع في الحسباني موقف المجتمع الدولي من معركة السيطرة على ميناء الحديدة عندما كان الجيش الوطني والمقاومة على أبواب الحديدة استخدم المجتمع الدولي كل قوته للحلولة دون انتزاع ميناء الحديدة من يد الإنقلابيين تحت مبرر الدواعي الإنسانية الكارثية وسيق الجميع نحو اتفاق السوك هلم الذي كان بمثابة طوق نجاة لميليشيا الحوثي يقول مراقبون إن استهداف مأرب المدينة المقتضة بالسكان من قبل صواريخ الحوثي الباليستية يثير الكثير من التساؤلات حول إدارة العالم للأزمة في اليمن أو على الأقل يلقي بغلال من الشك تجاه دور المجتمع الدولي في الأزمة يعيش اليمنيون حالة من الصخط إزاء ما حدث خلال الأسبوع الماضي في مأرب ومحيطها الذي يشهد مواجهات واسعة بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية فيما يبدو موقف التحالف مكشوفا في حساباته العسكرية مع الجيش الوطني الذي يواجه بأسلحة متوسطة ميليشيا إرهابية تمتلك صواريخ بالسية متطورة وطائرات مسيرة تمنحها قوة ضاربة حالة التهي الذي تمر به البلاد والإخفاقات السياسية والتساع نطاق التدخلات جميعها تمنح الميليشيا فرصة لتوسيع رقعة سلطتها بالمقابل تبدو الشرعية التي خرجت من صنعاء وعدن في أضعف حالتها الآن يرى مراقبون أن العملية العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي في نهم والجوف تهدف إلى ترسيم خطوط سيطرة الأطراف على الأرض ليتم فرض تسوية سياسية تدخل فيها الشرعية وهي الطرف الأضعف وهذا يفسر ضعف الموقف الدولي وعدم قيامه بأي خطوة لإيقاف المواجهات ورغم أن هزيمة الشرعية في نهم تبدو فادحة الآن إلى أن طريق السلام لا يزال بعيدا فيما تبقى جميع الصياغ المطروحة من المجتمع الدولي للسلام في اليمن لا تعني سوى تمكين ميليشيا الحوثي من تثبيت سلطتها وشرعانة انقلابها مجدد ترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو فيها الباحث السياسي دكتور عادل دوشيلة أهلا بك دكتور مرحب هياكم الله كما أرحب بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من مارب المحلل السياسي سيد رشاد المخلافي أسهد أنك دكتور بأن أبدأ من الميدان من هناك أرحب بك مجددا سيد المخلافي إذن في البداية ما أخر المعلومات لديك حول الوضع العسكري في جبهات نهم أولا مساء الخير أستاذ وجيه لك وللناضل أخي عادل ولكل مشاهدي قناة بلقيس أستطيع أن أقول هناك معارك وهناك معارك فأكر وفر في الجبهات كان يوم الجمعة الماضية استطاع الجيش أن يحقق مكاسب واستطاع أن يستعيد كثير من المواقع في له لكن عادة الأمور نوعا ما وهي عملية تكتيكية كما أعلنتها وزارة الدفاع حقيقة هناك فعلا عملية ترتيب تم عادة ترتيب وضع الجيش الوطني والجبهات وتم إسنادها خلال الساعات الماضية بقوات بألوية وحدات عسكرية أخرى هذا إلى جانب المتطوعين الذين نفروا من محافظة مأرب ومن الجوف أستطيع أن أقول أنه خلال الساعات القادمة ربما سنشهد تطورا آخر في سير المعارك في الجوف والجبهات مشتعلة في العقبة في حام وفي المتون والمصلوب والغيل وتحاول الميليشيا إحداث اختراق ربما هي وصلت إلى منطقة براقش لكن كما قلت لك هي بمجامع ولا تستطيع استمرار في السيطرة على المواقع خلال الساعات القادمة سنشهد تطور آخر وهناك كما أوضحت سابقا هناك تعزيزات وهناك استعداد لخوض المعركة ما طبيعات التعزيزات على حسب علمك؟ هناك ألوية ووحدات عسكرية مقاتلة ولا أستطيع أن أقول أيضا عززت خطط عسكرية وضعت خطط محكمة وستنفذ إن شاء الله أيضا في هيلان جبل هيلان أو سلاسل جبل هيلان هذا على فكرة يمتد 30 كيلو من حدد مارب إلى نهم الجيش الوطني تمكن واستطاع أن يسيطر على مواقع كثيرة في قبل هيلان الاستراتيجي الجيش الوطني استطاع غنم مخازن استولى على مخازن أسلحة وذخائر وكانت هناك منصات صواريخ كاتيوشا التي كان يضرب منه إلى مدينة مأرب إلى الأحياء السكنية في مدينة مأرب الجيش الوطني يبلى بلاء حسنا في هذه الجباة وكبد الميليشيات خسائر فادحة نحن بس لدي طلبه وعبر قناتكم المحترمة أتمنى من الأشقاء في المملكة وأحدد المملكة العربية السعودية كونها معنية في هذا الأمور أن يكون الإسناد الطيران بشكل أقوى لأن هناك تعزيزات في الجانب الجنوبي الغربي لهيلان بالتجاه صرواح تعزيزات خلطية فيما يتعلق بالموقف السياسي للدول وطبيعة المعركة على المستوى تداعياتها والمواقف منها سنتطرق إلى ذلك لاحقا لكن هناك نقطة بداية عن الموقع عن ما يحدث إلى الآن والتطورات العسكرية دعنا نشرك دكتور عادل دكتور كيف تتابع تصاعد وطيرة الأحداث في جبهة نهم مأرب أيضا تأتي في هذا السياق الجوف أيضا مفرق الجوف يعني يربط ثلاث محافظات تقريبا سقوط عدد من المواقع في هذا الحوثي وكما تحدث أيضا ضيفنا الآخر سيد المخلافي من مأرب بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية ذلك ولضيفك الكريم بالنسبة لما يحصل في مأرب الحرب هي سجال أو في نهم ومفرق الجوف وهذه نتيجة متوقعة يعني وطبيعي أن يحدث مثل هذا لأنه لم يكن هناك كان هناك نية مبيتة لدى من يدير دفة المعارك العسكرية في هذه المناطق وهنا على وجه التحديد التحالف العربي على وجه التحديد المملكة العربية السعودية والإمارات الجيش اليمني لا يمكن أن نلوم هؤلاء يقدموا أفضل أو أكثر ما لديهم وهي دمائهم في الجبال والوديان واكتحموا هذه المناطق بعتاد بسيط لا يوجد غطاء جوي جيش وطني بلا مرتبات منذ ما يقارب العام تكريبا ماذا تتوقع من هؤلاء؟ بينما العدو كان مجهز لعملية عسكرية محكمة واختار الزمان والمكان المحددين لكي يستهدف هذه المناطق اليوم طبعا أنا لست متفائل ولست متشأن في نفس الوقت الحركة الحوثية تفهم جيدا بأنها غير مقبولة وإن كان هناك تواطئ إقليمي ودولي مع هذه الحركة كي يعني أن يتم إسقاط مأرب لن تسقط الجمهورية اليمنية مهما حاولت الحركة الحوثية حتى وأن تدخلت يعني عسكرية وأنبسطت أمر بالقوة أمرا واكعا بالقوة إذا كانت مأرب صدت الحركة الحوثية وهي في مكان كانت الحركة الحوثية تمتلك كل مقومات الدولة بينما كانت حفظة مأرب لا تمتلك شيء وتم دحم العدوان الحوثي اليوم يمكن أن نقول بأن هناك طبخة قد أعدت مسبقا في دوائر صنع القرار وخصوصا في دائرة صنع القرار في داخل الدرعية المملكة العربية السعودية هناك خطة مسبقة وهناك تكتيك استراتيجي وهناك لا يستبعد بأن يكون هناك تواطع سعودي مع الحركة الحوثية ومن يقول غير ذلك فهو واهل طيب سنعود إلى هذه النقطة لكن فيما يتعلق بالوضع الميداني أعود إلى السيد المخلافي الآن سيد المخلافي وزارة الدفاع قالت في بيانها أن الانسحاب هذا تكتيكي أثار هذا الانسحاب أو هذا التصريح على الأقل علامات استفهام كبيرة بالنظر إلى أن في نهاية المطاف جبال نهم هي منطقة مطلة والانسحاب تم إلى مناطق يفترض أن تكون في السهل هذا كيف يفسر الأمر برأيك؟ أخي وجيه أود أن أقول نقطة مهمة لا زالت لدينا قوة في نهم في ميمنة نهم موجودة وإذا كان استطاع الحوثي أن يحقق مكاسب في بعض المواقع في الميسرة وحصل الالتفاف إلى مفرق الجوف لكن أيضا هناك معلومات أنه الآن ليس موجود في مفرق الجوف وهي مفرق الجوف الآن هو تحت نيران الجيش الوطني وتحت نيران الميليشيا الحوثي أخي أود أيضا أن أوضح نقطة معينة أن الميليشيا الحوثية بدأت ترتيب للهجوم هذا نحن نعرف أن جبهات الحدود مع السعودية موقفة وتماما استطاع الحوثي أن يسحب كثير من قواته إلى نهم جبهات السحل الغربي موقفة استطاع الحوثي وإن كانت هناك مناورات نوعا ما لكن الحوثي أخذ جزء من قواته إلى نهم وإلى الجوف خلال الأشهر الماضية حشد الحوثي مجموعة من المقاتلين من بعض المحافظات الشمالية من ذمار ومن صعدة ومن الحجة وعمران وبعض مناطق صنعاء الحزام بعض الموالين للحوثي طبعا هناك يبدو أنه عملية عملية تأديبية أنا لا أريد أن أدخل في المجال السياسي لكنها مرتبطة في هذا الجانب فيما يتعلق بالأهمية لهذه المناطق عند الحديث على السيطرة النارية وعند الحديث على أهمية استراتيجية لهذه المناطق ما هي الأهمية العسكرية لهذا التقدم أو لهذه المنطقة على الأقل لأن السيطرة قد تكون في كل لحظة وأخرى تشهد تبادلا أو اختلافا لكن بالنسبة لهذه المناطق من يسيطر عليها ما الذي يعني يأخذ في سياق المعركة استراتيجية جبهة نهم هي جبهة استراتيجية ومهمة جدا ورئيسية ومهمة في حس معركة تحرير صنعاء على فكرة هي من أهم الجبهات لأن جبهة نهم هي مجرد أن تصل إلى أرحب إلى بن الحشيش إلى مناطق أيضا قريبة من عمران ستشتعل المناطق هناك غضب شعبي عارم في حزام صنعاء هذا الحزام القبلي الميليشيات الحوثي استبدت بأبناء القبائل استبدت بالمناطق استبدت بكثير من المحافظات لذلك هناك غضب عارم مجرد أن يصل الجيش الوطني إلى أرحب وإلى جبل وإلى بن حشيش وإلى نقيل بن غيلان أستطيع أن أقول أن الصنعاء مهيئة إلى انتفاضة كبيرة ثورات أكثر من مكان وإذا حدث العكس ما الذي يحدث؟ ميليشيات الحوثي ستتأكل من الداخل وإذا حدث العكس ما الذي سيحدث؟ هو كما قلت لك الذي سيحدث أنه جبل نهم منطقة استراتيجية لو بقت الميليشيات الحوثية فيها لأشهر لا قدر الله وهذا لن يحدث إن شاء الله سوف تعد ترتيب صفوفها ستحشد إليها ستعد ملصات صواريخ على مستوى حتى الصواريخ الباليستية ستكون مأرب مهددة بالنسبة للقصف الصاروخي لكن مأرب أستطيع أن أقوله لك مأرب عصية تماماً على الحوثي لا يستطيع الحوثي لم يستطع الحوثي والحرس الجبوري بكل قوامهم وقواتهم وعداتهم في 2015 أن يكسروا مأرب مأرب كسرت هذه القوة وهي في أوجي قوتها هذه الحشود وكانت الدبابات والمثعية وراجبات الصواريخ حول مأرب لكنها كسرت في 2015 مأرب قلعة جمهورية لا يمكن لأحد أن يحلم أن يصل إلى ترابها على الإطلاق مأرب اليوم هي اليمن مأرب اليوم أكثر من من ثلاثة مليون ونص مواطن يمني مأرب ملاذ الدولة وآخر فعلي الدولة والشرعية والجمهورية في الحديث عن هذه المعركة حتى الآن لم يخرج على الشعب رئيس الجمهورية ولا نائب حتى تقريبا وزير الدفاع أتحدث في سياق حديث مباشر وليس عن بيان لاجتماع فقط تقريبا محافظ مأرب هو سلطان العرادة من خارجة بفيديو برأيك أو بحسب ما ترى أنت في مأرب ما رأي الناس هناك بهذا الوضع أو بهذا الأداء يا أخي الناس تخيل من ذات أنفسهم استنفرت كل البشر داخل مأرب ومعظمهم توجهوا إلى الجبهات على فكرة هناك إيمان عميق بأن هذه معركة مقدسة مصرية لا جدال هذا بالنسبة للمعركة أنا أتحدث عن أداء القيادات العسكرية والسياسية في سياق حديث مأرب أداء القيادة السياسية والله تكلمنا وتحدثنا كثير حالة الارتهانة التي حصلت للأسف إلى تحالف كان غادر نوعا ما الآن يرسم مخطط ومخطط قضير لليمن لكنه لن يمر مدام هناك مؤسسة دفاعية ومؤسسة أمنية وشعب يلتفع مؤسسته الدفاعية المعروف الجيش الوطني سيتستفشي لكل هذه المشاريع للأسف القيادة مرتهنة تماما للأجندات وللعبات الأشقاء في التحالف العربي نحن نشاهدنا خلال المعارك أنا كمراقب وأتحدث عن نفسي لو كان هناك إسناد حقيقي من قبل طيران التحالف العربي صدقني ما تقدم ميليشيات الحوثي خطوة واحدة في نهر لكن كان الإسناد ضعيف وإن وجدت الطيرات وإن وجدت قصف هنا لكن ليس بالحقيقة القصف المركز الغطاء الجوي اليوم مدام هناك قوة على الأرض لماذا لا تشترك أباطشي في المعركة وهي مهمة واستراتيجية في حسم المعركة مع ميليشيات الحوثي نحن نعرف أن ميليشيات الحوثي دعني أنقل هذه النقطة سيد المخلافي دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي هنا دكتور عادل دشيلة تحدث عن تساؤل لماذا لا يتم هذا الإسناد لماذا لا يعني من خلال منظورك دكتور يحدث باعتبار أن هناك تحالف وهناك شراكة في هذه المعركة كما هو معلن لماذا لا نرى جزء الشراكة في الدفاع عن ما يحدث أو عن موقف الجيش في بارد التحالف العربي لديه استراتيجية واضحة المملكة العربية السعودية جاءت إلى الحرب ولديها استراتيجية واضحة لم نسمع من الحكومة الشرعية حتى رسالة عتاب لحلفائها في الإدارة السعودية لا بالعكس التحالف جاء باستراتيجية واضحة وأهداف واضحة والإمارات أعلنت عن أهدافها مسبكا السعودية حتى اللحظة لم تعلم عن أهدافها وإن كانت تنفذها على الأرض خطوة بخطوة ولذلك هل تتوقع من المملكة العربية السعودية أن تدافع عن هؤلاء وأن تستخدم طيرانها وهي تعتبرهم العدو الأول لها لا لا يمكن ما الذي جرى وما الذي يجري اليوم من الذي أسقط هذه الشرعية منذ البداية من الذي أنشأ الميليشيات المسلحة هنا وهناك وأدخل الحكومة عاشية اتفاقية ستوك هولم قال أحد أعضاء الوفد وأنا مطلع على هذا الكلام بنفسي شخصيا قال نحن رفضنا التوقيع وجاءتنا توجهات وقعوا وقعوا على اتفاقية ستوك هولم مباشرة ليش؟ قالوا نحن عاينا ضغوطات من قضية محمد بن سلمان بمكتل خاشكي وقعوا وقعنا ولا نعرف ما هي بنود الاتفاق هكذا قال أحد أعضاء وأنا مسؤول عن هذا الكلام أعضاء الوفد للحكومة الشرعية إذن ثم جاءت اتفاقية الرياض ولم تنفذ الإسناد السعودي جاء إلى عدم يعني كل المدرعات السعودية تتوجه صوب عدم كان الأولى بهم أن تتوجه صوب نهم إذا كان هناك يعني التحالف حقيقي طبعا المملكة العربية السعودية عليها أم تفهم جيدا وأنا أوجه من هنا من هذا المنبر رسالة عليها أم تفهم جيدا بأنه مهما حاولت وحتى وإن سقطت لا سمح الله مأرب أو الجوف فغدا سيكون داخل الدمام والمنطقة الشرقية وداخل الرياض اليمن انتهى ينبغي أن نتحدث الشرعية منتهية ينبغي أن نكون صريحين وواقعين في الواقع الشرعية انتهت ولا بد من وجود تيار وطني لكي يكون هناك مواجهة مسلحة في المستقبل للتحالف العربي والحركة الحوثية أما عمليا الشرعية انتهت الشرعية الآن تدافع عن منطقة مأرب فقط فقط هي في مأرب وفي تعز مناطق محاصرة إذن التحالف العربي لا يريد اسقط وأنا لا أتوقع أن التحالف العربي سيسمح الحركة الحوثية بأن تسقط المأرب التحالف العربي سيستخدم الضغط على الحكومة الشرعية بأن تنفذ أجندته وإملاءاته من خلال محاصرة مأرب الحركة الحوثية لا يمكن يسمحها أن تدخل مأرب قد ربما تصل الحركة الحوثية إلى أبواب مأرب وتوقف وقد ربما يتدخل السعوديون يعني في هذه اللحظة ومن ثم سيتم مساومة الحكومة الشرعية لتنفيذ أهدف التحالف العربي وهي تحقيق الانفصال في المناطق الجنوبية أو أقل شيء بأن يتم إشراك أطراف سياسية أخرى في العملية السياسية وأن يديروا دفة الحكم داخل الشرعية هناك شخصيات برزت في المشهد مؤخراً داخل الشرعية وتم الترويج لها إعلامياً وهالة إعلامية مثل من تقصد؟ مثل طارق محمد عبدالله الصالح مثل صغير بن عزيز شخصيات أخرى يعني نحن عندما جاء ما يسمى صغير بن عزيزي قائد القوات المشتركة ما هي القوات المشتركة؟ أين هي وزارة الدفاع اليمنية؟ لا نريد قوات مشتركة نريد أن يكون هناك تحالف استراتيجي بين رئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع اليمنية والمملكة العربية السعودية كان هناك أنباء طارق سالح وصل إلى الرياض إذن هناك أهداف للتحالف العربي هم واضحين يقولوا بأن عدونا الأول هو الإصلاح ويصور الشرعية على أنها الإصلاح إذن أهداف للمملكة العربية السعودية أسقط النظام الجمهوري ورأينا في الأيام الماضية بعد الأبواق خرجت من الرياض تقول لابد من نظام مالكي بدل عن النظام الجمهوري من داخل الرياض تسرح من بعض الأبواق الذين يستطيع من اللجينة الخاصة إذن هناك أهداف وعدة مسبقة تم استدراج الشرعية اليمنية وتم إعطائها الوعود تلوى الوعد تلوى الآخر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه مرورا بدخول عمران أنا سمعت من إذاعة الرياض ذات يوم في العام 2014 عندما قال المذيع السعودي سقطت اليوم محافظة عمران واللوى 310 التابع لجماعة الإخوان المسلمين وآل الأحمر هكذا كان يصرح الإعلام السعودي بيد الحركة الحفية أنا باب في 2014 ثم استدرجوهم حتى اتفاقيتوا استوكل اتفاقيت رضو اتفاقية أخرى حتى وصلنا إلى هذا الوقت إذن تتحمل الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع المسئولية السياسية والقانونية والأقلاقية والشرعية وفي حال لا سمح الله صغلت هذه الشرعية فهم لابد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى لأنهم تواطعوا مع الإدارة السعودية كان يبغي عليهم أن يقول كلمة واحدة لإدارة السعودية نحن إلى هنا ويكفي لكنهم حتى اللحظة ساكتين هناك صمت لا نعرف ما الذي يجري في الدوائر صنع القرار لماذا لا يخرج رئيس الجمهورية يقول ليخاطب الشعب لم يخرج تم استداف جنوده مئة فرد قتل داخل المسجد بصواريخ ولم يتكلم لا هو ولا حكومته رئيس الحكومة تواجد داخل القرفة عند الإدارة السعوديين داخل عدن في قصر صغير ورئيس الجمهورية داخل القصر ونائب رئيس الدولة داخل فندق وأيضا وزير الدفاع تنقل من الأردن إلى القاهرة إلى داخل مارب ما هي هذه الدولة هل تتوقع من دولة تدير معارك عسكرية من فندق داخل دولة أجنبية أن تنتصر؟ لا كان الأولى بهذه الشرعية أن تتواجد على الأرض إذن الشرعية متواطعة وأنا لا ألوم القيش الوطني ولا ألوم أولئك الأبطال الذين ضحّوا بدمائهم أنا ألوم من يدير دفة الحكم داخل الشرعية لمن رئيس مجلس النواب نواب الشعب متواطئون مع الإدارة الإماراتية بحجة أنهم يريدون تصفي الطرف آخر في العملية السياسية على وشة تحد الإصلاح متواطئون مع الإدارة السعودية الرئيس الجمهوري متواطئ نائب رئيس الدولة متواطئ الرئيس الحكم متواطئ كلهم يصفي حساباتهم مع بعض على حساب الأبرياء داخل الجمهورية اليمنية والمشروع الآخر ينتصر نحن اليوم أمام تحول استراتيجي تحول خطير على مستوى الدولة اليمنية وعلى مستوى الشعب وبالتالي لا بد من ظهور تيار وطني حقيقي يدير دفة المعارك ضد التحالف العربي والحركة الحوثية طيب فيما يتعلق بمسألة وأنت أشرت إليها مسألة الخارج الآن تصعيد الحوثيين سيد المخلافي في نهم تزامن أو هذا التصعيد في نهم تزامن مع تواجد مارتين جريفث سفراء دول الاتحاد الأوروبي في صنعاء عند الحوثيين كذلك كان هناك بيان خرج به سفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد كيف تقرأ ذلك في سياق المعارك الميدانية وما يجري بيان هزيل هزيل لا يرقى إلى مستوى الاعتداءات الحوثية الحاصلة لا يرتقي إلى مستوى التصعيد الحوثي القدر على الشرعية بيان هزيل جدا أنا أتحدث بريطانيا بالذات طبعا لديها أطمع كبيرة في المناطق الجنوبية وفي السواحل والجزر الليمنية هناك أطمع وتحركها دوافع قيوة سياسية في سياسة الدول الأوروبية مضيق باب المدى في اليوم يشكل منطقة استراتيجية يجب السيطرة عليه في ظل بروز لاعبين دوليين آخرين كالصين كقوات اقتصاد عملاقة وقوات أكسكرية وبحرية إلى جانب الروسيا إلى جانب الهند بدأت عملية الصراع على النفوذ على المناطق على اليمن بالذات لأهمية الاستراتيجية في المناطق الجلوبية والشرقية والغربية على البحر وعلى المبارة البحرية وأيضا على القرن الأفريقي لذلك مليشيا الحوثي جزء من هذا المخطط مليشيا الحوثي أداة من أداة تمزيق اليمن مليشيا الحوثي لا يمكن بالنسبة للأجندات الدولية والأمريكية والبريطانية بالذات مهمة جدا لتنفيذ المشروع التقسيم في اليمن لبسط سيطرتها على هذه المناطق الحيوية لذلك يبدو أن هناك تفاهمات سرية على فكرة المليشيا الحوثي الإمارات أيضا هي كأداة إقليمية تشتغل في هذا المجال منذ 2015 هناك تنسيق واضح بين الإمارات ستكشفه الأيام والحقيق والأحداث بين الإمارات ومليشيا الحوثي من يعتقد أن هجوم الحوثي هذا بدون ضوء أخضر من الإمارات وربما من الأشقى في التحالف فهو واهم هناك ترتيب وتنسيق يراد من خلاله أن يسيطر المليشيا الحوثي على المناطق الشمالية بينما تذهب المناطق الجنوبية والشرقية إلى كنتونات تتوزعها نفوذ ومصالح اللي هي بريطانيا والإماراتيين والأشقاء في المملكة أيضا لديهم أطمع في المناطق معينة زي في المهرة وغيرها نعم شكرا لك إذن سيد رشاد المخلاف لكن دعني أريد أن أوضح نقطة واحدة أخي العزيز اليوم لدينا قيش وطني قادر على إفشال والشعب سينتفض وشلتف حوله لإفشال كل هذه المشاريع أيضا لا أريد أن أجلد الشرعية الشرعية ما زالت هناك فيها أجنحة وطنية أكبتت ولا أهل الوطن والجمهورية أنا حزين جدا بعض مواقف الأحزاب التي أثبتت أنها باتت أحزاب غير جمهورية وإنما نخب هزيلة تتهافت وراء الموائب بقايا الموائد الإماراتية وأيضا مجلس النواب أين دوره رئيس مجلس النواب كانت كارثة كارثة بكل ما تعنيها الكلمة هذه النخب هي سبب بلاءنا لكن ما زلت أؤمل بالأخ رئيس الجمهورية ونائبه وأخوى الصقور في الحكومة الشرعية على أن يكون لهم موقف أقوى من هذا إن شاء الله شكرا لك سيد رشاد المخلافي المحلل السياسي كنت معنا عبد الهاتف من مأرب وقبل عودة إليك دكتور عادل أرحب بلواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق الذي انضمنا عبد الهاتف من القاهرة وأسألك سيادة لواءك خبير عسكري مسؤول سابق كيف تقرأ ما حصل في فرضة نهم وكذا مفرق الجوف مساء الخير شكرا جزيلا لك والفايسك الكريم والزمير العزيز رشاد المخلافي اللي حصل هو نتيجة مكافئة لحالة من الرخاوة والإهمال والنزوع الشخصي وإهمال الجيش الجيش الوطني جنود الجيش الوطني على وجه الخصوص نتيجة مكافئة وطبيعية جدا يعني اللي حصل أنه جنود الجيش الوطني منذ ثمانية أشهر لم يستلموا مرتبات ويعيشون حالة سيئة من التغذية مثلا وبعدين تخيل الجيش الوطني والدولة الشرعية كل اتصالاتها تحت رحمة الحوثيين كل اتصالات بيادة الجيش الوطني والدولة الشرعية مرصودة من صنعه فتم تعطيه الاتصالات وتم اخترق الاتصالات وصدرت عوامر بالانتحابات باسم الجيش الوطني وهذا طبعا مش صحيح العمو حصلت إرباكات لا تدن إلا على شفاء أن القيادة العسكرية المسؤولة المباشرة الإدارة المسؤولة المباشرة التي عطيت صلاحيات وإمكانيات خارج حيكلية الوزارة لم يكن في مستوى المسؤولية ولا في مستوى بيادة جيش أو بيادة عمليات العسكرية بهذا الشكل عذاونا طبعا هو في بطولات جنودنا وطنيتهم وإخلاصهم وانتزامهم بأهداف الدولة الشرعية بالأهداف الوطن في استعادة الدولة البطولات النادرة التي أبدوها التضحيات التي قدموها الإصابات المجعة التي أصابوا بها الحوثي إفشال مخطط الحوثي لتقطيع أوصال قوات الجيش الوطني في هذه المناطق قطع الطرقات قطع الإمدادات الاخترك وهذا طبعا أكثر أكثر من أن يعملوه أكثر ما يمكن أن تعملوه للأحوثيون لكن الجيش الوطني كطائر الفينيق ينقضوا من تحت الرماد قريبا وقريبا جدا تسمعون نتائج ممتازة وتعيد من اعتبار القياس الجيش الوطني لكن أنا أقول في خامة الرئيس وللنائب وللوزير وللمسؤولين ينبغي إعادة النظر في التركيبة القيادية للجيش الوطني وينبغي الدقيق فيما حدث وينبغي تطهير الجيش الوطني من الحناطر المندسة والفاسدة الطابر الخام يتحكى بعد ما فصل الجيش الوطني اليمني لابد أن يعاد النظر في كل هذه الأمور طيب سيدة الليواء من وجهة نظرك ومن خلال السنوات التي قضيتها رئيسا لدائرة التوجيه المعنوي ما هو الجناح؟ أين مكمن أو مربط الفرس فيما حدث؟ أين كان الخلل بالضبط؟ هل هو مسألة الإسناد بالنسبة للطيران؟ هل هي مسألة الأوامر؟ يعني ما هو الخلل بالضبط الذي يمكن أن يؤدي إلى أن تكون نتيجته مثل هكذا مثل ما حصل في فرضتنا؟ يقول أنه فيه هناك شيء في العلم يسمى التراكم الكمي والتحول الكيفي التراكم الكمي على مدى هذه السنوات من إهمال الجنود وعدم صرف المرتبات وإساءة إليهم وسوء التغذية وتحيي الجنود بدون ملابس عسكرية بدون أحذية ملابس مقطعة بدون مرتبات الثمانية وتسعة وعشر الشهر كل هذه خلقت نوع من التراكم لكن رغم هذا كله كانت وطنية الجنود هي الأعلى والأفضل والأعز من كل ما حصل يعني هناك قباية كثيرة تتعلق بالقيادة بالقيادة بالتراتبية بالربما الفساد الوطن اليمني ما يسترق يعني لكن حالات من الفساد ربما كانت موجودة الأهم من هذا كله الجانب الأمني الاستخباراتي الاختراق الذي حاصل الدوائر ومكونات الوطني اليمني يعني هناك من يقول أن بعض مراتب أو مستويات في الجيش الوطني يتحمل مسؤوليتها قادة ليسوا على الإطلاق ممن يؤمنون بحاجة اسم الشرعية وأنهم حوثيون أكثر من الحوثي يعني هذه المسألة كثير من المسألة هذا ونفقايا الحسابة الذاتية للتحالف وتحول المسألة من استعادة الدولة الشرعية إلى اكتسام جغرافية الدولة الشرعية وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه طيب في الحديث عن البعد الدولي تفضل بالبقاء معنا سيادة تالي وأعود إليك دكتور عادل يعني في الحديث عن إذا ما تطرقنا لتساؤل الحلقة هناك من يقارب أو يقارب ما بين موقف المجتمع الدولي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الأمم المتحدة فيما كان في مأرب عفوا في الحديدة وما يحدث الآن في مأرب هل تغيرت من وجهة نظرك أدوار المجتمع الدولي أو طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الملاحة؟ المجتمع الدولي في المقام الأول يهمه مصالحة في المنطقة وأمن الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر وأيضا في خليج عدن هذا ما يهم المجتمع الدولي طبعاً لا المجتمع الدولي هو وسيط ولكنه يتعامل مع الأقوى على الأرض في النهاية يعني من يبسط أمراً واقعاً على الأرض المجتمع الدولي يعترف به قال أحد وزراء أو أحد سفراء الدول العظمى لوزير يمني لم نرى من هذه الحكومة اليمنية أي تحرق نريد أن نساعدكم لكنكم لم تتحرقوا على المستوى السياسي على المستوى العسكري لم نرى أي تحرق من الشرعية اليمنية هكذا وخصوصاً سفير روسيا الاتحادية يقول الوزير يمني لم نرى أي تحرق من الحكومة اليمنية يريد أن يساعدكم إذن عندما ينبغي أن لا نلوم المجتمع الدولي وأن نلوم الأمم المتحدة هؤلاء لهم أهداف استعمارية واضحة لا نتكلم عن الأمبريالية وأمريكا واضح أهدافهم في المنطقة وهم من يديرون المنطقة من خلف الستار وأيضاً من فوق الطاولة واضح من يدير المشهد عسكرياً والسياسياً في منطقة الخليج وكذا هو الدول العظمى بريطانيا وأمريكا ودول أخرى لكن صحيح أنه جمال بن عمر كان متواطى وكان ينفذ أهداف دولية في عشية سقوط العاصمة اليمنية الصنعاء المبعوث الدولي متواطى وأيضاً هناك سفراء زاروا صنعاء خلال يومين الماضيين والمبعوث الدولي عشية تصعيد الحوثي كان متواجد داخل العاصمة اليمنية الصنعاء وأيضاً عندما نتحدث اليوم صدر بيان من دول من فرنسا وبريطانيا وأمريكا أعتقد وروسيا وقالوا بأنهم يطالبوا بضبط النفس وقف التصعيد وقف التصعيد إذن المجتمع الدولي يتعامل مع من يبسط أمراً واقعاً وعسكرياً على الأرض الشرعية اليمنية فشلت في هذا الإطار ينبغي أن لا نلوم المجتمع الدولي نلوم قيادة الشرعية اليمنية أنقل هذه النقطة إلى اللواء محسن خصروف باعتباري كان قريباً من هذه الدوائر سيادة اللواء يعني الآن نائب الرئيس علي محسن الأحمر وجه دعوة للقبائل هناك مسألة التفاف حول الجيش الوطني دعم الجبهات وما شابه هل يمكن قبول مثل هكذا مسألة بعد الحديث عن سنوات في إنشاء جيش وطني حديث الحديث عن الدولة مدنية وما شابه أيضاً هل كانت المواقف الشخصية أو لنقول مواقف الرئيس وكذا النائب فيما يتعلق بالتفاعل مع الأحداث على مستوى الحدثة من وجهة مضارك أنا لن أتردد في أن أقول ما الذي حدث يعني الحقيقة أن الرئيس ونائبه وجدوا أنفسهم في فترة من الفترات أسرى للقرار للتحالف بدون مواربة أقولها كما قال بعضهم أقولها ورزقي على الله القرار السياسي السيادي للدولة اليمنية الشرعية ثلبة وتحول إلى قرار للتحالف في كل الأمور وإلا لا ما حدث ما حدث كيف لك أن تتصور أن قوات الجيش الوطني فينه وعلى مقربة من الصنعاء وخلف ظهرهم سرواح وهيلان يسيطر عليها الحوثي وممنوع على الدولة الشرعية أن تحررهما وحين تتقدم حوالهم تصيبهم النيران الصديقة هذا ما حدث يعني لكن الآن دعوة نائب الرئيس أصطورها انتفاضة وعودة إلى الذات الوطنية دعوة الرئيس لنفرة القبائل أو استنفارهم مع الجيش طبيعية ووطنية ولازمة المهم الآن المهم هو أن يستمر هذا النفير أن يستمر هذا الحشد لكن أنت أشرت سيدة لواء في نهاية المطاق أشرت إلى مسألة أشرت إلى مسألة مهمة مسألة الثمانية أشهر بدون رواتب أشرت إلى حالة ضعف في التغذية يعني في نهاية المطاف هناك ميزانية للحكومة تعمل عليها يا سيدي أنا أقولت لك حالة قائمة ليس هناك فساد في هذا الملع أنا أقولت لك حالة قائمة لكن مع هذا ينبغي أن تعرف أن جنود الجيش الوطني أقوى بكثير من الظروف الصعبة التي يعانوا منها ليست هذه المشكلة ليست هي السبب هي واحدة من الماء الذي حصل شيء آخر وهنا الأمور ما كل ما يعرف يقال وهنا الأمور حدثت وستحفت إن شاء الله بشكل إيجابي الذي حدثت تلبي تجاوزناه أو لم نتجاوزه وهناك الآن اتجاه إيجابي لتجاه الدولة وحتى التحالف الموقف الآن موقف التحالف الآن موقف يساعد على الحج واستعادة زمام الأمور وأعتمنى أن يستبر هذا حسابات بعض قادة تتحالف حسابات خاطئة انتكاسة الجيش اليمني أو سقوط بعض مواقع صالح الحوثي لن يكن إلا على حساب أمن واستقرار دول التحالف الجزيرة والخليج العربي وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية اليمن ليست إلا منطقة عبور لإيران إلى المملكة العربية السعودية وينبغي أن يكون هذا واضح ويستوعبوه ويتجاوز فكرة الطموح في اكتسام الأراضي اليمنية وبعض مناطق جغرافية وموانئ وبحار لينظروا بإيجابية إلى أمن منطقة الجزيرة والخليج العربي عبر أمن واستقبار اليمن وعودة الدولية الشرعية فيه وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم وإن كنت متحفظا على غير عادتك سيادة لواء لكن على كل حال شكرا على توجدك معنا سيادة لواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق كنت معنا بالهاتف من القاهرة بالعودة إليك دكتور عادل في الحديث عن المواقف الميدانية أن تقول الدول تعامل الحكومات بقدر ما تقدم نفسها هكذا يفهم من كلامك برأيك الآن يعني الحكومة في سياق ردود فعلها قالت أن ما حدث من تصعيد يعني وفاة اتفاق ستوك هولم حملت الحوثي المسؤولية هل هذه ورقة تقوم يعني الحكومة بلعب بها أم هو إجراء كافي أو ردت فعل كافي على الصعيد السياسي كانت الدولة اليمنية تعرف جيدا بأن هذه الاتفاقية فاشلة منذ البداية وتم يعني إيقاف الدولة اليمنية على أن لا تكتحم حصلت ضغوطات يعني دعنا نتجوز هذه النقطة الآن حصلت ضغوطات وحدث ما حدث والآن نحن الآن في سياق إعلان راجح بهادي حديثه عبر وسائل الإعلان بقوله أن الآن هذا التصعيد يعني وفاة اتفاق السكول محمد الحوثي المسؤول هل يكفي ذلك؟ لا يكفي ذلك إذن إذا الحكومة اليمنية أعلنت يعني وفاة هذه الاتفاقية إذن لماذا لا تحرك الجبهات؟ لماذا لا تطلب من التحارف العربي أن يتدخل يعني بعبر سلاحها الجوي؟ لماذا لا تفتح جبهات جبهات البيضاء وجبهات الحديدة وجبهات الساحلة يعني محفظة حجة وصعدة والجوف ومارب وصنعاء لماذا لا تفتح الجبهات؟ من أجل حسن الموقف عسكري على الأرض لكنها لم تتعرك الإعلان يعني أنت عندما تعلن سياسيا وأنت فاشل عسكريا على الأرض لا يعني شيئا للمجتمع الدولي المجتمع الدولي يتعامل مع الواقع على الأرض نحن نعرف علي عبدالل الصالح في 1994 حسب الموقف عسكريا على الأرض وقال المجلس الأمن الدولي رفض الإملاءات من المجتمع الدولي وعندما حسب الأمر عسكريا تعامل مع المجتمع الدولي وتعامل مع المجتمع الدولي كأمر واقع عندما اليوم فشلت الشرعية اليمنية الشرعية اليمنية الآن البدل أن تقلت من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع عن منطقة شغرافية محددة مفتوحة على كل الأبواب منطقة صحراوية أين هي الشرعية اليمنية أنت تتحدث عن اتفاقيات سازية أنت أمام حركة ميليشيوية لا تعترف لا بالسياسة وهم قد قلوها على الملأ لا تعني الاتفاقيات الدولية ولا يعني المجتمع الدولي ولا يعني المجتمع الإقليمي لدينا أهداف استراتيجية وابعاً نفذها على أرض الواقع إذن كل ما تقولها الحكومة اليمنية لا يعبر إلا عن فشلها الذريع وتتحمل المسؤولية القانونية أمام ما سيحصل في الأيام القادمة طيب في السياق الحديث عن يعني الآن أن هناك مطالبات يعني هناك حديث عن أن بعض الألوية قد تذهب إلى يعني الألوية الموجودة في مناطق خارج مناطق الجبهات قد تذهب للجبهات لمساعدة ورفض هذه الجبهات في نهاية المطاف هناك حديث عن طلب لرفض جبهات القتال بالمقاتل من قبل القبائل برأيك هل هناك محاولة أو هناك وعي من قبل الشرعية لأن هناك محاولة كما يقول كثيرون بأن تفرغ مناطق من سيطرة أو من القوات التابعة والموالية للشرعية حتى يتم إحلالها بقوات بديلة المخطط واضح في الاستراتيجية العسكرية في أي دولة في خلال سنة تستطيع أن تبني جيشا قويا مسلح بأنواع الأسلحة هكذا الاستراتيجية العسكرية اليوم خمس سنوات ما الذي مع ذلك؟ التحالف العربي كانت أهداف واضحة منذ البداية اليوم هم يريدوا الضغط على الشرعية اليمني أن تنسحب من وادي حضر موت وأن تنسحب من شبوة وأن تنسحب من أبيان كي يتم تنفيذ المخطط فصل المناطق الجنوبية عن المناطق الشمالية ومن ثم يكون في المستقبل حوارا سياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين الحركة الحوثية وأن تبكى الشرعية اليمني الطرف الأضعف في أي معادلة سياسية في المستقبل هذا ما يروجه الآن وقد ربما يحدث في المستقبل لا سمح الله شكرا لك دكتور عدل دشير للبحث السياسي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كما وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصال في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري دمتم والوطن بألف خير في أماننا